حسبوا لي عدد الغير مصوتي سيدات السادة النواب أبقوا رافعين ديكم حتى يحسبون المصوتين جمع طرح ضرب قسمة القاسم ضد للمقسوم والحاسم غير محسوم فمن جلسة التنافر إلى التقارب إلى التلاشي إلى لا شيء منتجا ولا شيء يلوح سوى الاحتدام السادة النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء القادم وبعد لعبة الأرقام لم تحسن بغداد مصيرها وعليه فإنكم تبحثون عن حسم منتظر لكن البرلمان غير مستقر واختبار يدخل فيه السياسيون يوم الامتحان فإما أن يعلنها البرلمان أو لا تستوي الجلسة بالنصاب فيزيد الخراب وهكذا دواليك تضيع أوراق البناء السياسي فتضيع ورقة العراق تلك ليست مقدمة ملغومة ولا لغزة فيها تلك قسمة السياسيين تناسى بعضهم أن العراق ينتظر فمن ثلث معطل يصبح الضامن ومن يشارك يقول أنا الحاضر فكيف بات المصير محفوفا بالمخاطر انتهت جلسة السبت بعنوان التأجيل إلى مصير آخر وما زال الانتظار لاختيار رئيس الجمهورية عقدة أخرى عقدتان إذن فمن ينتصر العراق ببيته الجامع الحاضر أم سباق التنافس الذي يقول إلى التناحر يشتد الصراع بين وجوه البرلمان الخامس فالتيار الصدري من جملة التحالف الثلاثي يرفع صوته بحكومة أغلبية للخروج من زمن القومية والطائفية على لسان زعيم التيار الصدري والإطار التنسقي يبرق لأتباعه أن كسر النصاب تحقق وأن الثلثة الضامن بديل عن المعطلة تغيير للمسميات يؤجج المحظورات فترتفع حدة التساؤلات هل يذهب الجميع إلى الاتفاق والخروج من فواهة الأزمات أم أنها قسمة بعيدة عن المشاورات ذاهبة إلى نفق مظلم قراءة معقدة إذن يريد لها الشارع أن تتضح على ورق أبيض بقلم عراقي واحد ينهي لغة الانتظار الذي طال عند العراقيين للخروج من شلال المشكلات الذي يغرق أبواب المسؤولين بطلب عاجل على الفور فلنبدأ زمن الإصلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر